عبر الهاتف من إربيل معي اللواء الركن المتقاعد ماجد القيسي عبر الأقمار الصناعية مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات مساء الخير أهلا بك معنا بسيادة اللواء إذن مؤشر جديد هذا الذي نشهده اليوم على الانهيار هذا التنظيم الإرهابي في الموصل عندما نتحدث عن لجوءه إلى حرق كل وثائقه تحية طيبة رمضان كريم بالتأكيد تنظيم داعش الآن يقوم تنظيم داعش الآن يقوم بحرق وإطلاف الوثائق والسجلات الخاصة به والتي كانت مكدسة في مستودعاته أو في دواوينه طيل ثلاث سنوات مضت وهذه السجلات وهذه الوثائق هي تعتبر من أهم المصادر لمعلومات وقد تكون معلومات خطيرة جدا تستفاد منها القوات العراقية في حالة الاستيلاء عليها وفي حالة الوقوع بيد القوات العراقية ولهذا يعمل تنظيم داعش إلى حرق وإطلاف هذه الوثائق بما تحتويه من مصادر ومن معلومات ومن طرق استخدام لمواردة وكيف تستخدام مواردة ما الذي تحوي هذه الوثائق عادة يعني غير ما نعرفه يعني يعرف الكثير عن موارده وما يعتمد عليه عن استراتيجياته ما الذي تحوي هذه الوثائق ولا يريد داعش أن تعرفه القوات العراقية سيدتي هذه الوثائق هي كم هائل يعني كم هائل فيها من المعلومات هذه المعلومات في بعض الأحيان هناك معلومات قد تظهر لأول مرة معلومات ظهرت كيفية استخدام مثلا أو تصنيع لسلاح كيمياوي بعض الوثائق احتوت هذه المعلومات وثائق أخرى احتوت على كيفية الخطط المستقبلية للتنظيم وثائق احتوت على الأشخاص والبدنين الذين تم قتلهم على يد داعش أو تم اعدامهم وهذه الوثائق بالذات هي أيضا قد تستخدم في القضاء لإدانة عناصر تنظيم داعش مستقبلا إذن هي وثائق خطيرة تحتوى على معلومات خطيرة موارد هذا التنظيم هيكلته التنظيمية اسماق قادته أعداد عناصره الأجنبية والمحلية والعربية وكل هذه هي مثبتة في هذه الوثائق واعتياديا هذه دلالة على أن التنظيم في حالة انهيار وانهيار كبيرة ولهذا لجأ إلى حرق هذه الوثائق وإلا لو كان لديه القدرة على المقاوة ومن الصمود لما أقدم على حرق وأتلاف هذه الوثائق يضره موضوعا يضطر إلى أحراق وثائقه وسجلاته بالتأكيد ولا تنسي أنه هذا التنظيم من بناء على هيكلية هيكلية تنظيمية خاصة به وحقيقة يختلف عن باقي التنظيمات لديه هناك هيكلية تنظيمية أشبه أو قريبة لأي هيكلية تنظيمية مؤسساتية وقد يحتفظ بجزء من هذه أو نسق أخرى من هذه الوثائق في أماكن أخرى قد يحتفظ بوثائق في الموصل ويحتفظ بوثائق مشابه له في الرقة أو في دير الزور أو في أماكن أخرى التنظيم يدرك ويعرف أنه مهدد وهو سيخسر الموصل ويخسر المدن ولهذا يحتفظ بأكثر من وثيقة في أماكن مختلفة للرجوع عليها عند حاجته إليها إذن هو يعتمد على تداول هذه الوثائق على أسلوب مشابه لما يتم تداوله في المؤسسات العسكرية أو في المؤسسات الحكومية من حفظ الوثائق وتداول هذه الوثائق إذن التنظيم هو تنظيم خطر جدا التنظيم لديه إمكانيات التنظيم فيه عقول تفكر في مستقبل أو تفكر في استراتيجية هذا التنظيم القادمة هل يطلع أفراد التنظيم على هكذا وثائق هناك سيدتي دائما الوثائق توسن بدرجات هناك سر للغاية هناك سر وسر شخصي وهناك سر وهناك محدود حسب طبيعة أو نوع المعلومة الموجودة في الوثيقة دائما الوثائق يتم تداولها حسب درجة السرية أو درجة الكتمان التي توسم بها هذه الوثائق ممكن وثائق لا يتم تداولها إلا فقط عبر قادة أو مراء قواطع أو بولات وهناك وثائق قد يداولها قادة ميدانيين ووثائق قد يطلع عليها جميع المقاتلين أو جميع عناصر تنظيم داعش تعتمد على نوع المعلومة تعتمد على درجة سرية المعلومة تعتمد على الخطط المستقبلية كل هذه هي تعتمد على تداول الوثيقة ومدى تداول هذه الوثيقة بين الأشخاص على أساسها يطلع أي وثائق يطلع عليها الأفراد يقرر القادة أي وثائق لا يسمح القادة لأفراد التنظيم أن يطلعوا عليها الخطط المستقبلية لا يسمح بالاطلاع عليها لماذا؟ الأموال أو الموارد المالية هذه تعتبر سرية وتمتد حصنا تداولها في المجتمعات العليا من هذا التنظيم لأنها تعتبر من أسرار التنظيم لأنه حتى لا تكشف مصادر تنويل هذا التنويل حتى لا تكشف إمكانيات وقدرات هذا التنظيم إذن هناك بعض الأمور لا يستطيع تسريبات نعم تسريبات لأنه يعتبر نفسه وأظن أن هذا التنظيم أيضا لديه حاسة أو شك أمني عالي جدا فهو يقوم بمراقبة أفراده ولديه وصايا لأمن هذه المعلومات وأمن المنشآت وأمن الأفراد ويعتبر نفسه قد يخترق من قبل عجزة مخابراته أو استخبارات دولية أو من قبل قوات أخرى قد يخترق وقد يتم الحصول على هذه المعلومات وبالتالي تكشف أسراره وتكشف نقاط قوته وضعفه أنا أشكرك جزيلا التنظيم هو أيضا معلومات قيمة جدا أعذرني انتهى وقتنا أنا أشكرك جزيلا من إربيل سيادة اللواء ربط المتقاعد ماجد القيسي مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ترجمة نانسي قنقر